كما يرى السفاة السعيدة طبعاً إحنا قلنا هنا عشان نصور برنامج بين الناس برنامج جديد حفاظتنا برنامج جديدة بدأناها في محافظة الثالث بعد سبع حلقات الحمد لله أقوى جميلة جديدة رغم صعبة الأوضاع الموجودة في البلاد لكن المواطن إذا أراد أن يعيش فإنه يعيش برنامج هنا هذا خص ويأخذ حالة الناس ومعرفتها ومعرفة المهنة اللي بيشتغلوا فيها وكيف يحاولون كمان يعيشوا رغم الأوضاع المختلفة اللي كان مدرس رقع يبع بطاط اللي كان مرحامي رقع في يشتغل في بيع الهند وهذا في تل الرويز بات دايماً إن الإنسان أفور مكومة الشي فإن شاء الله إن شاء الله خلص كمان برنامج برنامج بقية المحافظات المختلفة وإنه لا نقدر منقصروا واقعيان حيالها أش عملتش